كما وصلت وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السهر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 487 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 135 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 43.5 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السهر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 52 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 713 قضية من بينها 143 قضية خبز ناقص للوزن و118 قضية خبز غير مطابق للموصفات